مصريين قبل اي شيء وكملاحظة ست مصرية بسيطة شفت انه فيه شيء اتغير في الايديولوجيا المصرية الوعي الجمعي المصري رغم اختلاف الثقافات الشرايح العمرية الشرايح الاجتماعية والفئات العمرية رغم ان احنا عندنا تقريبا الوان الطفل الثقافي ملاش اول من اخر على مستوى جمهورية مصر العربية وكمان عندنا معتقدات مختلفة وعندنا اراء مختلفة وجهات نظر مختلفة لكن اختلافنا ما ودناش لمنطقة الخلاف زي ما كان معتاد في ازمنا سابق ايه اللي تغير في الوعي الجمعي المصري هشوفي حضرتك احنا قدام مناسبة مبهجة برغم انها سياسية انا كسياسي بشوفها شيء مبهج جدا انه كم الاقبال والكسافة اللي موجودة في الانتخابات الحقيقة غير مسبوكة وغير اعتيادية ومشرفة جدا والحقيقة كمان اللطيف فيها كل اللي حضرتك قلتيه الشرايح العمرية والفئات الاجتماعية المختلفة كمان انه فيه ناس نزلة لوحدها حزب الكنب تحرك ناس كتيرة جدا تحركت وفيه مكينة انتخابية اخيرا موجودة عند الاحزاب المصرية المدنية ده كان حكر السنوات الطويلة على الاحزاب الاسلامية نهاردة شفنا مكينة احزاب مؤيدة لمرشح مؤيدة لاخر لكن في النهاية بقى فيه مكينة حشد منظمة وده شيء في السياسة مش عايز اقول انه مقبول لا عايز اقول كمان انه جيد جدا ومتميز احساس الناس ليه حصل سؤال حضرتك احساس الناس بالخطر الشديد عشان الامن القومي والكرامة المصرية والكرامة الوطنية انه فكرة انه فيه اجبار للدولة المصرية وضغط عليها عشان مسألة التهجير القصري حدود الشرقية التهبت هي الاخرى احنا كفانة الحدود الغربية والحدود الجنوبية حدود الشرقية احنا كل اخترنا القادمة على مر عمر مصر من ايام الفراعنق جاية من الشرق دايما فالمصري حس انه في لحظة وعي متعلقة بالامن القوم المصري وان الدولة في خطر وان الارض والعرض في خطر وانه الدولة بيتضغط عليها عشان تمشي اجندات اجنبية فالمواطن بيتابع خطر الدولة بترفض بتقف موقف صلب جدا حس نفسه على المحك العالم كله تعرق قدام المصريين الناس بتوع الحريات وحقوق الانسان واوروبا والحاجات اللي كنا بنفرح بيها وبنستورد منها قيم ومعتبرين ان هي يعني قيم اساسية ومنهجية في السياسة كل دا سقط وفي النهاية لقينا نفسنا ملناش غير بعض ملناش غير الدولة ملناش ان احنا نحاجي على بلدنا ننزل ندعم المنصب الارفع ايا كان هذا المقعد الكبير الرفيع مين هيقعد عليه لكن في النهاية المصريين كانوا عايزين يدعموا الدولة المصرية وهنا بقت ناسة انه فيه ازمة اقتصادية ان الناس كانت بتشتكي انه اصلاح اقتصادي حصل يعني بسببه شوية اثار لكن في النهاية دليل وعي دليل صلابة دليل ان المصري كريم كريم مهما تعب هو كريم مع بلده بينزل ويقف ويزاهم يعني الحقيقة فيه مشاهد كتير عشان كده بقول لحضرتك هي مبهجة في الاساس الحقيقة الازمات والتحديات والضغوط المتعمدة واللي كانت بتزيد واترتها مع اقتراب هذا الاستحقاق الدستوري جت بنتائج عكسية صحيح فده احبط اهل الشر لكن الوعي وادراك الادراك السياسي والنطج السياسي للمواطن المصري العادي دو الفطرة السليمة مزبوط ولكن المصري بيطابعه مولود وطني مولود مرتبط بالارض دي وبيعتبرها عرض صح ازاي حصل النطج الشديد في اولا النزول والمشاركة في احترام الزرف السياسي لم نرى اي تجاوز من اي نوع في اي مكان ما تمش تسجيل ولا رصد اي شيء فهنا احترام الزرف السياسي من احترام البلد وحب البلد وتصدير صورة ايجابية على المصريين احنا مش في محل الاتهام ولكن احنا من خير واقع صحيح النطج ده حصل ازاي انا شايف انه كمان مستمد يا استاذ ايمان من التجارب السابق احنا بقلنا من 2011 في تجارب سياسية مختلفة ورا بعض والناس اكتسبت خبرات واللي حتى الجيل الصغير اللي بيتم القيد التلقائي ليه حصلته المعلوماتية السياسية كبيرة جدا عن طريق السوشال ميديا واليوتيوب وكذا فحتى الجيل ده وعي جدا وبيشارك وعايز ينزل يعني شفت اجيال كتيرة لسه متأيدة 19 سنة و20 سنة بينزلوا وبينتخبوا فتكرار التجارب بتعمل وعي الازمات اللي بتمر بيها البلد ودايما بقول انه لسه كنا بنتكلم ان وعينا دايما بيبقى نتيجة ازمة كل ما يحصل لك ازمة كل ما وعيك ونضجك يعلى الازمة اللي فاتت البلد اللي اتبانت الاقتصاد اللي حصل فيه شوية حاجات عشان نبني البلد وضغط الاقتصادي اللي حصل على الناس الناس شايفة انه عندها ضغط اقتصادي بس شايفة البلد بتجبر وبتعلى وفيه مشاريع ضخمة وفيه انجازات ضخمة كل التجارب دي طبعا المسألة الدولية والمواجهة الدولية مسألة مهمة جدا الحقيقة كمان انه وجود احزاب فاعلة احنا طبعا دايما بنشتك ان عندنا مية وشوية حزب بس دينا شفنا سبعة تمانية فاعلين وده رقم كويس ومحتاجين نبني عليه ونعليه اعتقد كمان ان فيه جزء ممتد كده مصار بدأ من كلام سيد الرئيس انه في افطار الاسرة المصرية انا عايز اعمل اصلاح اقتصادي تأخرك اصلاح سياسي انا اسف تأخرك كثيرا بعدين يبدأ الحوار الوطني فالاحزاب تلاقي نفسها موجودة في كل المحافل والناس تسمع على التلفزيون على الهوى انه احزاب بتتكلم وبتعترض وبتعبر عن وجهات نظرها والمعارضين موجودين وبيتكلموا كل ده خلق وعي شركة خاصة زي المتحدة ما تدي دقيقة مجانية لكل المرشحين انهم يعبروا عن وجهة نظرهم مع الدولة ضد الدولة معارضة موالية في النهاية كل واحد كل الخطوط دي او كل النقط والمحطات دي خلقت وعي سياسي جدير